السلام عليكم ورحمة الله وبركاته أهلاً وسهلاً بكم أعزائي الطلبة طلاب الصف الثاني الابتدائي أرحب بكم في درس جديد من دروس مادة اللغة العربية للصف الثاني الابتدائي الفصل الدراسي الأول درسنا لهذا اليوم يا أبطال أين ذهبت الشمس الجزء الأول والآن يا أبطال دعونا نستعرض أهداف درسنا لهذا اليوم نبدأ بالهدف الأول قراءة فقرة من الدرس قراءة جهرية خالية من الأخطاء مع مراعاة المدود والتشكيل وتمثل المعنى أما هدفنا الثاني يا أبطال سوف يكون توظيف التركيبين اللغويين ربما كعادته توظيفا سليما أيضا من أهدافنا لهذا الدرس يا أبطال سوف يكون التمييز بين حرف غين وقاف كتابة ولفظا من أهدافنا لهذا اليوم أيضا سوف يكون تعرف اللام الشمسية كتابة ولفظا والآن يا أبطال هيا نقرأ النص أقرأ النص أين ذهبت الشمس؟ في يوم من أيام الشتاء خرج الأرنب كعادته في الصباح الباكر إلى المزرعة نظر الأرنب إلى السماء وقال لماذا لم تظهر الشمس حتى الآن؟ لقد تأخرت كثيرا ربما نسي صديقي الديكو أن يوقظها أسرع الأرنب إلى صديقه الديكي وسأله هل نسيت أن توقظ الشمس اليوم؟ أجاب الديكو لا لا ما نسيت أن أوقظ الشمس لقد قمت من نومي مبكرا وصحت كوكو 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 ربما أخذها أحد أو ذهبت إلى مكان آخر قال الأرنب لا بد أن أبحث عنها راح الأرنب يقفز بأقصى سرعة في المزرعة وفي الطريق قابل البقرة والجمل ثم العنزة والخاروفة اتفق الجميع على البحث عن الشمس والآن يا أبطال بعد الانتهاء من قراءة النص دعونا ننتقل الآن إلى تدريبات الدرس ونبدأ بالتدريب الأول لدي سؤال ما السؤال الذي طرحه الأرنب عندما نظر إلى السماء؟ السؤال الثاني من يوقف الشمس كل صباح السؤال الثالث أضع إشارة الصح في المربع المناسب نوع النص هل كان حقيقي أم خيالي؟ هيا يا أبطال نبدأ بالسؤال الأول ما السؤال الذي طرحه الأرنب عندما نظر إلى السماء؟ هيا ما السؤال؟ عن ماذا كان يبحث؟ أحسنتم سأل لماذا لم تظهر الشمس؟ أحسنتم الآن السؤال الثاني من يوقف الشمس كل صباح؟ رأى أحسنتم أديكم يوقف الشمس كل صباح الآن السؤال الثالث أريد منكم أن تفكروا هيا أضع إشارة صح في المربع المناسب نوع النص هل كان حقيقي؟ هل هو نص حقيقي؟ أم خيالي؟ هيا ما رأيكم؟ خيالي ولكن لماذا؟ أحسنتم لأنه لا يوجد في حياتنا حيوانات تستطيع أن تتكلم من الشخص الذي يستطيع أن يتحدث؟ أحسنتم الإنسان لأن الله سبحانه وتعالى ميزه عن الآخرين بارك الله فيكم يا أبو والآن دعونا ننتقل إلى التدريب الثاني التدريب الثاني أكمل الخريطة المعرفية كل نص أو إقصوصة يوجد فيه خريطة معرفية تتكون من عنوان مكان زمان شخصيات الآن أريد منكم أن نبدأ بتعبئة هذه الخريطة نبدأ معا ما هو عنوان درسنا يا أبطال؟ أحسنتم سهل أين ذهبت الشمس؟ بارك الله فيكم الآن نبدأ بالمكان أين وقعت أحداث هذه القصة؟ المكان ممتاز بارك الله فيكم في المزرعة ممتاز ولكن الآن ننتقل إلى الزمان متى حدثت هذه القصة؟ بارك الله فيكم في أي فصل؟ فصل الصيف؟ أم فصل الخريف؟ نعم فصل الشتاء بارك الله فيكم في الصباح الباكر من فصل الشتاء الآن ننتقل إلى الشخصيات ما هي الشخصيات التي ذكرت في النص؟ شخصيات كثيرة من الحيوانات هيا لنعدلها معا ممتاز أيضا رائع إجابة ممتازة رائع والآن دعونا نستعرض الإجابة لننشاهد إن كانت إجاباتكم صحيحة أو خاطئة هيا الأرنب الديك البقرة البقرة الجمل والعنز والخروف إذن هذه هي الشخصيات التي ذكرت في نصنا لهذا اليوم الآن يا أبطال دعونا ننتقل إلى التدريب الثالث ونبدأ أكمل الفراغ بالكلمة المناسبة مما يأتي أسرعت البحث أقصى أريد منكم أن نقوم بتعبئة هذه الفقرة استنادا من الكلمات الموجودة أمامنا هيا يا أبطال طلبت المعلمة إلى التلميذات أحسنتم البحث عن معلومات حول الشمس وإحضارها بممتاز بأقصى سرعة فأسرعت زينب إلى الحاسوب الكمبيوتر واستعملت برنامجا اسمه عالم الفضائي بارك الله فيكم يا أبطال الآن التدريب الرابع أكمل كما في المثال مثال لقد تأخرت الشمس ربما نسي صديقي الديك أن يوقظها الآن أريد منكم أن نقوم بتطبيق هذا المثال ربما في الجمل الموجودة أمامنا هيا نقول أبي لم يذهب إلى السوق اليوم أحسنتم أحسنتم ربما يذهب غدا الجملة الثانية فاطمة لم تحضر إلى المدرسة ربما تكون مريضة الجملة الثالثة أحمد لم يصل إلى بيتنا ربما أضاع طريقه والآن يا أبطال دعونا ننتقل إلى التدريب الخامس التدريب الخامس أكمل كما في المثال مثال خرج الأرنب كعادته إلى المزرعة الآن أريد منكم أن نقوم بالتطبيق على هذا المثال قرأ أبي كعادته الجريدة اليومية كعادته أي بمعنى يوميا يقوم بعمل هذه الشيء أكل جدي كعادته بعض التمر في الصباح الجملة الثالثة ذهب سالم إلى المدرسة كعادته مشيا على الأقدام الآن التدريب رقم ستة أكتب في المكان الخالي كما في المثال وأقرأ الجمل مثال يوقظ صياح الديكي الناسة هيا الآن لنقوم بتطبيق هذا المثال في الجمل الموجود أمامنا نقول هيا أحسنتم يوقظ المؤذن الناسة لأداء الصلاة الآن الجملة الثانية يوقظ جرس الساعة النائمي الجملة الثالثة يوقظ رنين الهاتف الطبيبة الآن التدريب السابق أكتب غين أو قاف في المكان الخالي هيا نبدأ الجملة الأولى ريش ما هو الحرف الذي سوف نستخدمه الآن في هذه الكلمة؟ هل سوف أستخدم غين أم قاف؟ لاحظوا الفرق هيا نقول الغراب الغراب إذن ماذا؟ غين ريش الغراب أسود الآن الجملة الثانية العقرب حشرة سامة الجملة الثالثة القرد حيوان ذكي الجملة الرابعة الببغاء طائر جميل الشكل إذن هنا يا أبطال يجب علينا أن نفرق بين حرف الغين وحرف الغاف أحسنتم يا أبطال الآن نأتي إلى قاعدة اللام الشمسية يا أبطال اللام الشمسية هي اللام التي تكتب ولا تنطق وتكون خالية من أي حركة ويكون الحرف الذي بعدها مشدداً أي بما معنى تكون هناك حركة الشدة الآن دعونا نتعرف ما هي حروف اللام الشمسية هيا حروف اللام الشمسية هي تاء ثاء دال ذال راء زاي سين شين صاد طاد طه ضه لام ونون أحسنتم يا أبطال إذن هذه هي حروف اللام الشمسية التي تكتب اللام فيها ولكن لا تنطق الآن دعونا نطبق هذه الحروف على الأمثلة الموجودة أمامنا في التدريب الثامن أضع أل في أول الكلمات الآتية منتبها إلى الحركة على اللام الآن حرف الصاد نبدأ بحرف الصاد في الصورة الأولى ما هي اسم هذه الصورة؟ أحسنتم الصاروخ لاحظوا أدخلنا أل ولكن هل لفضنا اللام؟ لم نلفظها إذن الصاروخ كتبت اللام ولكن لم تلفظ الكلمة الثانية الصنبور الصنبور لم نلفظ اللام أما الكلمة الثالثة الصبار أيضا لم نلفظ اللام إذن الصاد هو حرف من حروف اللام الشمسية الآن لنطبق على حرف آخر هيا حرف السي هيا ندخل أل على الكلمات ونقرأها السفينة السفينة السيف السيف السمكة السمكة إذن أدخلنا اللام أيضا ولكن هل لفضنا اللام؟ لا فقط كتبناها الآن يا أبطال دعونا ننتقل إلى حرف اللام وندخل أل نبدأ في الصورة الأولى ما اسم هذه الصورة؟ أحسنتم الليمون الليمون الآن كلمة الثانية اللبن الكلمة الثالثة اللحم ممتاز وبهذا التمرين يا أبطال نكون قد انتهينا من درسنا شكرا لكم وإلى اللقاء